كل الفرق بين القارتين وليس في عالم الكرة فقط إفريقيا وأوروبا فرق شاسع من حيث الإمكانيات ومن حيث المعطيات سواء المادية أو غيرها أنا الخوف كل الخوف أن تلغى هذه البطولة يا عمر تأكد لو تواصلت الأمور مثل ما نراها اليوم كل المنتخبات تعاني من نقص في التعداد وفي الكثير من الإصابات باقتراب موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا يعني لا نتفاجأ إذا تم إلغاء هذه الدورة اليوم القارة الإفريقية أثبتت وهي تمد أوروبا بخيرة لاعبها وبأحسن اللاعبين ربما الذين ينشطونها في أعتد البطولات اليوم القارة الأوروبية تعاني الويلين من هذه الناحية أنا أظن بأن مثل ما قلت منذ قليل وطلعت سؤال على أبو علام حول اختيار قطر بالنسبة للناخب الوطني سوف لن يجد سباير في الكاميرون جمال بالماضي هذا أكيد ومؤكد حتى لو تم إضافة خمسة لاعبين لكل المنتخبات خمسة لاعبين مع تدني هذه الحالة الصحية العدد غير كافي وغير كافي تماما اليوم عندما نسمع بأن فريق جومبيا يعاني من انعدام حارس مرمى في تشكيلته أنا أتخيل هذا المنتخب أو غيره عندما يذهب إلى الكاميرون وتصاب أو يصاب ثلاث حراس مرمى كيف سنلعب هذه الدورة